عندنا مباراة مهمة بارح في دوري 2001 الاهل وامبي تحت 17 سنة فاس فيها النادي الاهل بنتيجة كبيرة على امبي 7-0 هنشوف دلوقتي مع حضراتكم الاهداف دي نتيجة كبيرة طبعا بيقود فريق 2001 المدير الفني كوف الكابتن أحمد سراج ومعنا الاهداف زي ما هنشوفين مع حضراتكم دي في دوري 2001 تحت 17 سنة نتيجة كبيرة النادي الاهل لما يفوز على امبي في ملعبنا في ملعب الناشئين في مديرة ناصر 7-0 دي نتيجة كبيرة يبين مدى أهمية قطاع الناشئين والمواهب الموجودة عندنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهل بالمناسبة فريق 2001 من الفرق ان شاء الله عندنا لسا متبقي 6 مباريات محتاجين مكسب متشين علشان نقدر نحسم البطولة بشكل رسمي ويتوج فريق 2001 بالبطولة فريق 2001 ما شاء الله على مدار 3 سنين بيعمل أرقام قياسية في مدار 3 سنين هزم في مباراة وحيدة فقط ما شاء الله بيحسن دايما الدوري قبل انتهاء المسبة بعدد مباريات كبير عندنا في 2001 كمان واحنا بنصارد أهداف مواهب فعلا في 2001 زي شادي ردوان زي أحمد أشرف زي محمد أشرف زي الأحرز الأهداف النهاردة عبدالوهاب علي خمس أهداف ما شاء الله عدد كبير من الأهداف وهان عمر مساك أحرز هدفين وزي ما احنا شايفين دي الأهداف قدامنا في مباراة مباراة بالأمس مباراة الأهلي وإنبي اللي انتصر فيها النادي الأهلي 7-0 نادي أمبي برضو من قطاعات الناشئين القوية في مصر لما تفوز على فريق بحجم فريق أمبي 7-0 فبيقول لك مدى المواهب اللي عندنا داخل قطاع الناشئين وزي ما اقول لحضراتكم الأهداف أحرزها عبدالوهاب علي مهاجم فريق 2001 خمس أهداف وهان عمر مساك أحرز هدفين وهنتكلم عن المباراة كمان باستفادة إن شاء الله في برنامج الأشبال يوم الجمعة إن شاء الله نكون مع حضراتكم مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي وهنستعرض مع حراراتكم الأهداف كلها إن شاء الله بتاعت 2001